اعزائي الطلبة والطالبات طلبة الصف الثالث سنوي اهلا بيكم في حلقة جديدة بنكمل فيها منهجنا منهج مادة الكيميا كنا بنتكلم في موضوع التحليل الكيميائي انتهينا في الحلقة اللي فاتت من مجموعة الحمض الهايدروكلوريك وهي المجموعة الاولى اللي كنا بنكشف بيها عن انيونات الحمض النهاردة هنبتدي نتكلم في المجموعة التانية والمجموعة التانية هي مجموعة حمض الكابريتيك المركز واتفقنا طالما بنتكلم في مجموعة هنستعمل فيها حمض الكابريتيك المركز يبقى الكلام ده معناه ان حمض الكابريتيك المركز هو حمض اكثر سباتا من احماض انيونات هذه المجموعة طيب المجموعة دي إيه الأحماض بتاعتها أو إيه أنيوناتها أول أنيون هنتعامل معاه هو أنيون الكلوريد وأنيون الكلوريد الحمض بتاعه هو حمض الهايدروكلوريك الأنيون الثاني هو أنيون البروميد وأنيون البروميد الحمض بتاعه حمض الهايدروبروميك الأنيون الثالث هو أنيون الايوديد أو اليوديد اللي بيجي من حمض الهايدرو ايوديك والمجموعة الرابعة او الانيون الرابع هو انيون النطرات اللي بيجي من حمض النايتريك وكده نفهم ان حمض الكابرتيك اكثر ثباتا من احماض هذه الانيونات بمعنى ان لما يضاف حمض الكابرتيك على هذه الاملاح هيطرد ايون الكلوريد او البروميد او اليوديد او النطرات وهذا الايون لما يخرج بيخرج على هيئة غازات بمعرفة نوع الغاز اللي خارج بنكون عرفنا ايه انيون الملح نبتدي بالتجارب بتاعتنا اول انيون هنتكلم عنه هو انيون الكلوريد والتجربة الاساسية بتاعتنا اللي احنا بنعملها دايما هي ان انا هجيب الملح الصلب وهضيف عليه قطرات من حمض الكابريتيك المركز زي ما حضراتكم شايفين هي تجربة بسيطة جدا لكن المهم ان انت تبقى فاهم ان احنا بنضيف حمض الكابريتيك المركز على الملح الصلب وهنا هيبتدي يظهر عندنا مشاهدة هنفسر المشاهدة بالمعادلات اللي هتشرح لي ايه سبب المشاهدة دي في حالة ايون الكلوريد هيتفاعل هيتساعد غاز كلوريد الهايدروجين الغاز ده عديم اللون طب انا هعرف منين ان هو ده نوع الغاز هبتدي اعمل عنه كشف والكشف عن غاز كلوريد الهايدروجين بيتم بمحلول النشادر المعادلة واضحة قصدنا هنجيب كلوريد السوديوم صلب هنضيف عليه قطرات من حمض الكابريتيك المركز هيتم التفاعل زي ما اتفقنا احنا ما بنحفظ معادلة بنعمل تفاعل تبادل مزدوج هيتبادل ايون السوديوم مع ايون الهايدروجين في الحمض علشان يتكون كابريتات السوديوم وهيتساعد غاز هو غاز كلوريد الهايدروجين طب انا عرف منين ان ده الغاز نبتدي نكشف عنه الكشف عن كلوريد الهايدروجين هيتم بان انا بقرب من الانبوبة صاق مبللة بمحلول الامونيا هيتفاعل محلول الامونيا مع غاز كلوريد الهايدروجين اللي خارج علشان تتكون مادة اسمها كلوريد الامونيوم مادة كلوريد الامونيوم بتظهر على هيئة صحب بيضاء اذا ظهور الصحب البيضاء بيكون دليل على ان الغاز اللي خارج هو غاز كلوريد الهايدروجين واذا خرج غاز كلوريد الهايدروجين ده بيدل على ان انيون الملح هو انيون الكلوريد طيب تمام هي تجربة سهلة وواضحة لكن احنا تعودنا ان احنا نعمل تجربة تأكيدية بتأكد كلامنا بتأكد ان ده فعلا ايون الكولوريد يا ترى ايه التجربة التأكيدية تجربة التأكيدية غالبا بنشتغل على محاليل الاملاح وليس على الاملاح الصلبة وهنا هنستعمل محلول ملح نطرات الفضة اللي هنضيفه على محلول ملح كولوريد السوديوم هتكون النتيجة انه هيتكون راصب ابيض من كولوريد الفضة نشوف تاني المعادلة بتفسر اللي حصل ادي محلول ملح كولوريد السوديوم هنضيفه على محلول ملح نطرات الفضة هيتكون نطرات السوديوم بالتبادل المزدوج اللي احنا بنعرف نعمله بسهولة وهيتكون راصب ابيض من كولوريد الفضة هذا الراسب الابيض لو سبناه وتعرض للشمس بيتحول للون البنفسيلي يبقى كده نتأكد ان الراسب ده من كولوريد الفضة واذا تأكدنا ان الراسب هو كولوريد الفضة اللونه ابيض وبيتحول للون البنفسيجي عند تعرضه لضوء الشمس اذا انيون الملح اللي احنا استعملناه هو انيون الكولوريد هنتنقل لانيون تاني الانيون التاني هو انيون البروميد التجربة الاساسية بتاعتنا اللي احنا بنعملها دايما اننا اجيب عينة من الملح الصلب واضيف عليها قطرات من حمض الكابريتيك المركز التجربة واضحة وسهلة بس اكيد الشاهد او المشاهدة اللي احنا هنشوفها هتختلف تماما عن اللي احنا شفناها في حالة ايون الكولوريد نجرب كده هنلاقي ان المشاهدة هنا هتكون انها يتصعد غاز هو غاز بروميد الهايدروجين هذا الغاز هو غاز عديم اللون لكن في وجود حمض الكابريتيك وحمض الكابريتيك عامل مؤكسد قوي هيعمل على اكسادة هذا الغاز فعملية الاكسادة هتكون ناتجتها ان بينفصل ابخيرة البروم وابخيرة البروم هي ابخيرة لونها احمر نتأكد ازاي كمان ان هي بروم بالرغم من اللون الاحمر البرتقالي المميز ليها الا ان احنا ممكن نجيب ورقة مبللة بمحلول النشا ونقربها هنلاقي ان الورقة هتتحول للون الاصفر معادلات التفاعل واضحة وظهرة وبتشرح لي بالضبط اللي حصل ادي بروميد السوديوم لما بيتفاعل مع حمض الكابريتيك المركز هنعمل تبادل زي ما احنا اتفقنا ما بين كاتيونات المتفاعلات علشان نجد انه هيدديني كابريتات السوديوم وغاز بروميد الهايدروجين غاز بروميد الهايدروجين وهو متصاعد هيتأكسد بتأثير حمض الكابريتيك المركز علشان يتكون الماء غاز ثاني اكسيد الكابريت والبروم اهم ما يميز ان غاز البروم غاز لونه احمر ابخرة حمراء مرتقالية قلنا نتأكد ازاي بورقة مبللة بمحلول النشا هيتحول لونها للون الاصفر طيب تعالوا نعمل التجربة التأكدية بتاعتنا التجربة التأكدية هتكون برضو باستعمال محلول نطرات الفضة لما نجيب محلول نطرات الفضة ونضيفه على قطرات من محلول الملح اللي هو بروميد السوديوم هيتكون الراسب ابيض مسفر يختلف عنه في حالة كولور ان الراسب في حالة كولور كان ابيض في حالة البروم ابيض مسفر وهذا الراسب بيصير داكن يعني يغمأ لما يتعرض للضوء وبيضوب ببطء في محلول النشادر هنشوف المعادلة مع بعض المعادلة واضحة عندما يتفاعل بروميد السوديوم مع نطرات الفضة هيتكون نطرات السوديوم وبروميد الفضة بروميد الفضة راسب ابيض مسفر هذا الراسب بيتصير داكن عند تعرضه للضوء ويذوب ببطء في محلول النشادر نتنقل لانيون اخر الانيون هو انيون اليوديد انيون اليوديد هنكشف عنه بنفس التجربة التجربة الاساسية بتاعتنا هي الملح الصلب مع كطرات من حمض الكابريتيك المركز نبص على التجربة مع بعض المشاهدة هتختلف طبعا هتختلف المرة دي هتصعد غاز يوديد الهايدروجين ايضا هذا الغاز عديم اللون وبرضو هيتأكسد بفعل حمض الكابريتيك علشان تنفصل ابخيرة اليود ابخيرة اليود لونها بنفسجي وده لون مميز جدا وتسبب زرقة للون ورقة مبللة بمحلول النشا اذا انا النهاردة استعملت محلول النشا علشان افرق ما بين حكتين غاز البروم وغاز الايودين البرومين الابخيرة بتاعته لونها برتقالية حمراء وتخلي ورقة النشا لونها اصفر لكن غاز اليود او ابخيرة اليود لونها بنفسجية وتخلي ورقة النشا لونها ازرق المعادلات واضحة وسهلة ادي يوديد السوديوم هيتفاعل مع حمض الكابريتيك المركز علشان يتكون كابريتات السوديوم وغاز يوديد الهايدروجين غاز يوديد الهايدروجين هيتأكسد بفعل حمض الكابريتيك المركز علشان يتصاعد غاز اليود أو أبخرة اليود البنفسجية اللي بنكشف عنها بورقة مبللة بمحلول النشا وهذه الورقة هتتحول للون الأزرق طيب نتنقل للتجربة التأكيدية بتاعتنا التجربة التأكيدية برضو هنستعمل محلول نطرات الفضة هنجيب محلول الملح بتاعنا هنضيف عليه كطرات من محلول نطرات الفضة هيتكون راسب أصفر من يوديد الفضة وهذا الراسب لا يزوب في محلول النشادر المعادلة واضحة يوديد السوديوم هيتفاعل مع نطرات الفضة علشان يتكون نطرات السوديوم ويوديد الفضة يوديد الفضة هو راسب أصفر لا يزوب في محلول النشادر بقي معنا آخر أنيونات المجموعة وهو أنيون النطرات أنيون النطرات اللي هو حمض بتاعه وحمض النايتريك هنعمل التجربة الرئيسية بتاعتنا أو التجربة الأساسية وهي إضافة الملح الصلب على حمض الكابريتيك المركز وهنا هنشوف مشاهدة جديدة هيتصاعد غاز ساني أكسيد النايتروجين أهم ما يميز هذا الغاز أنه لونه بني محمر من لون الغاز بنعرفه على طول لون الغاز الطوبي البني المحمر بيباند بشدة فبيكون نتيجة زوره أنيحنا نتأكد أن أنيون هذا الملح هو أنيون النطرات لو أنا عايز أتأكد أكتر لو ضفت قليل من خراطة النحاس يزداد كسافة خروج هذا الغاز طب ليه؟ تعالوا نشوف المعادلات مع بعض أدي نطرات السوديوم ملح صلب هنضيف عليها حمض الكابريتيك المركز نتيجة التفاعل هنضيف عليها حمض الكابريتيك المركز نتيجة التفاعل بالتبادل المزوج هيتكون كابريتات السوديوم وحمض النايتريك حمض النايتريك بينحل بسبب الحرارة لنشأة من هذا التفاعل علشان يخرج غاز ساني أكسيد النايتروجين اللي لونه بني محمر طب أفرده أن أنا ضفت قليل من خراطة النحاس لو ضفت قليل من خراطة النحاس هيتفاعل مع جزء من حمض النايتريك ونتيجة هذا التفاعل برضو هيتصاعد غاز ساني أكسيد النايتروجين اللي لونه بني محمر إذن كسافة خروج الغاز زادت بإضافة خراطة النحاس خروج الغاز البني المحمر أكد لي أن أنيون هذا الملح هو أنيون النطرات لكن برضو هنحتاج نعمل تجربة تأكدية نتأكد بيها أن ده أنيون النطرات والتجربة التأكدية المرة دي هي تجربة شهيرة جدا بنسميها اختبار الحلقة البنية أو أحيانا يسموها الحلقة السوداء إيه الحلقة البنية؟ التجربة دي تجربة مهمة جدا بنعملها علشان نتأكد أن هذا الملح هو ملح النطرات بمنتقى البساطة إحنا بنستعمل فيها أكتر من محلول فأول محلول بنضيفه محلول ملح النطرات بتاعتنا وليكن نطرات السوديوم بيتضاف أولا ثانيا نضيف عليه محلول كابريتات الحديد السنائي بنضيفه اللي هو F-E-S-O-F-O-R يبقى أنا حطيت جوه الأنبوبة كان محلول لحد الوقتي نوعين من المحالية محلول نطرات السوديوم بالإضافة لمحلول كابريتات الحديدوس أو كابريتات الحديد الثنين وبعد ما نضيف الاثنين نبتدي بالقطارة بمنتقى الدقة وبدون أن تهتز إدينا نضيف قطرات من حمض الكابريتيك المركز على جدار الأنبوبة أول ما ينزل حمض الكابريتيك المركز تبتدي تتكون في السطح الفاصل ما بين محلولين الأملاح حلقة بنية بتظهر بشدة وبتظهر بوضوح الحلقة دي ممكن تزول أو تختفي لو رجينا الأنبوبة أو لو سخلنا نتيجة ظهور هذه الحلقة البنية بنكون نتأكدنا أن محلول الملح اللي أنا مستعمله هو محلول النطرات إذن اختبار الحلقة البنية هو اختبار أكيد يعني أكد لنا أن محلول الملح اللي إحنا بنعمل كشف عنه هو محلول ملح النطرات نتأكد من التجربة تاني وإحنا بنبص على المعادلة إحنا ضفنا إيه؟ ضفنا 3 محلول المحلول الأول هو محلول ملح النطرات اللي أنا بكشف عنه وليكن نطرات السوديوم بنضيف عليه كطرات من كابريتات الحديد 2 وبعدين بنضيف كطرات من حمض الكابريتيك المركز وزي ما اتفقنا بدون مئيدي تتهز ككطرات على جدار الأنبوبة فبتتكون الحلقة البنية في السطح الفاصل إيه اللي حصل نتيجة التجربة؟ حصل تكوين كابريتات الحديد السلاسي كابريتات السوديوم ماء وأيضا خروج غاز اسمه غاز أكسيد النيتروجين غاز أكسيد النيتروجين مخرجش من الأنبوبة هنا ليه؟ لأنه تفاعل مع مزيد من كابريتات الحديد 2 علشان يتكون هذا المركب اللي هو رمز الكيميائي بتاعه F-E-S-O-F-O-R-D-O هذا المركب هو مركب الحلقة البنية اللي ظهرت في السطح الفاصل ما بين المحليين ظهور الحلقة البنية زي ما قلنا أكبر دليل على أن الملح اللي أنا بتعامل معاه هو ملح النطرات إحنا كده نكون خلصنا أنيونات المجموعة التانية نتنقل لأنيونات المجموعة التانية المجموعة التالتة بنسميها مجموعة كلوريد الباريوم كلوريد الباريوم زي ما حضراتكم عارفين ده مش حمد ده محلول ملح طب أنا ليه المجموعة دي ما لجأتش فيها لاستعمال الأحمام لسبب بسيط المجموعة دي بنلاقي فيها نوعين من الأنيونات أنيون الفوسفات وأنيون الكابريتات طب تعالوا نشوف الأحماض اللي نشأت من هذه الأنيونات الأحماض هي حمد الفوسفوريك وحمد الكابريتيك حمد الفوسفوريك وحمد الكابريتيك هم أعلى الأحماض ثباتاً ولأنهم أكتر الأحماض ثباتاً فلا يوجد حمد آخر يستطيع أن يطرد هذه الأحماض من أملحها طب هنعمل إيه نتأكد منهم إزاي تدينا نبحث على كاشف بيكون مع أنيونات هذه الأحماض رواسب لها ألوان مميزة وكان الكاشف هو كولوريد البريم طب تعالوا نشوف التجارب بتاعتنا التجارب بتاعتنا هتكون تجربة أساسية وهي أن أنا هضيف محلول الملح على محلول كولوريد البريم المرة دي أنا هشتغل بمحليل وليس بأملاح صلبة لما نضيف محلول الملح على محلول كولوريد البريم هنعمل التجربة دي مع الاتنين أنيون اللي هم مين؟ اللي هم أنيون الكابريتات وأنيون الفوسفات طب هيديني إيه؟ طب تعالوا نشوف كده هيديني نتيجة إيه؟ في حالة الكابريتات هيتكون راسب أبيض من كابريتات البريم هذا الراسب لا يزوب في حمض الهايدروكلوريك المخفض المعادلة واتحاوة تشرح اللي حصل كابريتات السوديوم مع محلول كولوريد البريم هيحصل تبادل مزدوج علشان يتكون ملح كولوريد السوديوم ويتكون راسب أبيض من كابريتات البريم تعالوا نجرب كده نختبر أن هذا الراسب هيدوب في إيه؟ نلاقيه لا يزوب في حمض الهايدروكلوريك طب تعالوا نجرب كده الفوسفات أنا هضيف على ملح الفوسفات قطرات من محلول كولوريد البريم هيتكون راسب أيضا أبيض إذا طب ما هو راسب أبيض برضو بس خلي بالك المرة دي الراسب يزوب في حمض الهايدروكلوريك المخفض يعني لو ما نبص على المعادلة نلاقي فوسفات السوديوم عند إضافتها لمحلول ملح كولوريد البريم يلا نبدل نعمل تفاعل تبادل مزدوج بتاعنا اللي احنا تعودنا عليه هيتكون كولوريد السوديوم زائد فوسفات البريم هذا الراسب راسب أبيض طب ما ده كمال راسب أبيض إيه الفرق ما بينهم؟ الراسب الأبيض بتاع كابريتات البريم لا يزوب في حمض الهايدروكلوريك المخفض لكن فوسفات البريم يزوب في حمض الهايدروكلوريك المخفض طب ما تيجي نجرب أتأكد إزاي إن ده كابريتات أنا أتكون راسب أبيض عندي وده في حمض الهايدروكلوريك نعمل إيه؟ أروح جايب الملح ده وأعمله تجربة تأكيدية التجربة هي إن أنا هجيب محلول الملح واضيف عليه محلول أسيتات الرصاص خلي بالكم مش اول مرة نستعمل اسيتات الرصاص هنفتكر مع بعض النهاردة في اخر الحلقة احنا استعملناها امتى تاني ونبتدي نستعملها ككاشف ونفرق بينها ونفرق بيها ما بين املاح مختلفة لما يضاف محلول ملح الكابريتات على اسيتات الرصاص هيتكون راسب ابيض المعادلة واضح ادي اسيتات الرصاصة هي الايون ده هو ايون الاسيتات مع الرصاص رصاص صنائي التكافؤ ولذلك الرمز الكيميائي اللي بيعبر عنها هو سي اتش سري سي او او اول تو بي بي مع كابريتات الرصاص نعمل التبادل المزوج بتاعنا العادي اللي احنا تعودنا عليه هنلاقي هيتكون اسيتات السوديوم زائد كابريتات الرصاص كابريتات الرصاص دي راسب ابيض فظهور الراسب الابيض هنا بيأكد ان انيون هذا الملح هو الكابريتات طب التجربة اتأكد ايه في حالة الفوسفات في حالة الفوسفات هنستعمل محلول نطرات الفضة هنضيف محلول الملح مع محلول نطرات الفضة هيتكون راسب اصفر هذا الراسب يزوب في محلول النشادر وايضا يزوب في حمض النايتريك نشوف كده المعادلة ادي فوسفات السوديوم لما نحط عليها محلول نطرات الفضة نعمل تفاعل التبادل المزدوج عشان يديني نطرات السوديوم ده محلول لكن الراسب اللي بتكون هو فوسفات الفضة وفوسفات الفضة هو راسب أصفر يزوب في محلول النشادر وحمد النايتريك إحنا كده خلصنا التلات مجموعات وإحنا بنتعامل مع الكشف اكتشفنا أن التجارب التأكيدية بتاعتنا استعملنا فيها كتير جدا جدا محلول نطرات الفضة طب ما تيجي كده ناخد محلول نطرات الفضة ونشوف أنا استعملته مع إيه وممكن يفرق لي بين إيه نطرات الفضة استعملناه في الكشف عنه عدد من الأنيونات لو قعدنا ندور عليهم هنلاقيهم ستة أنيونات وفي كل مرة كنا بنحط محلول الملح مع محلول نطرات الفضة إذا المحلول نطرات الفضة كاشف مهم جدا اعتمدنا عليه بس دايما كانت في التجربة التأكيدية بتاعتنا طب نبص كده إيه الأنيونات اللي استعملناها معاه هتلاقي حضرتك إن إحنا استعملنا محلول نطرات الفضة مع أنيون الكابريتيد وكان بيكون مع الكابريتيد راصب أسود من كابريتيد الفضة استعملناه كمان مع مين؟ مع أنيون الكابريتيد وده بقى كان بيكون راصب أبيض من كابريتيد الفضة وهذا الراصب كان بيسود بالتسخين خلي بالكم آيون الكابريتيد وآيون الكابريتيد من أنيونات المجموعة الأولى اللي هي مجموعة حمض الهايدروكلوريك طيب مين تاني؟ استعملناه كمان مع أنيونات المجموعة التانية في أنيون الكلوريد ومع أنيون الكلوريد كان بيديني راسب أبيض من كلوريد الفضة اللي كان بيتحول للون البنفسجي لما يتعرض للضوء الشمس وكان بيدوب في محلول النشادر أنيون البروميد هو الأنيون الثاني وكان بيكون راسب أبيض مسفر من بروميد الفضة هذا الراسب بيصير داكن لما يتعرض للضوء وكان بيدوب في محلول النشادر بس دوابانه كان بطيء الانيون الثالث كان انيون الايوديد او اليوديد وهنا بقى كان بيكون راسب اصفر من يوديد الفضة وهذا الراسب لا يزوب في محلول النشادر والانيون الرابع هو انيون من المجموعة الثالثة وهو انيون الفوسفات وكان بيكون راسب اصفر ايضا من فوسفات الفضة ولكن هذا الراسب كان يزوب في محلول النشادر وحمض النايتريد طيب لو جيت طلبت منك وقلتلك ان انا استعملت محلول نطرات الفضة وضفته على محلول الملح فتكون راسب ابيض ها هيكون النتيجة ايه هتقولي ده في عندي احتمالين ممكن يكون كابريتيت وممكن يكون كولوريد الصوديو طب انا عرف منين هو كابريتيت ولا كولوريد هنا هتبتدي تبص بقى هل هو بيسود بالتسخين ولا بيسود عند تعرضه للضوء هل بيدوب في محلول النشادر يبقى كولوريد طب لو ضفت محلول نطرات الفضة على محلول الملح وتكون راسب اصفر راسب اصفر نجري جاري نلاقي ان الراسب الاصفر بيكون في حالة اليوديد والفوسفات طب انا عرف منين ده يوديد ولا فوسفات هتطر اعمل اختبار الزوابان يعني نضيف محلول النشادر فاذا ذب هذا الراسب الاصفر في محلول النشادر يكون يوديد واذا لم يزوب في محلول النشادر يبدأ بيبقى هو ايون الفوسفات طب لو تكون راسب اسود راسب اسود ما عنديش غير احتمال واحد هو ايون الكابريتيد طب لو تكون راسب ابيض مسفر هو ايون البروميد اذا محلول نطرات الفضة من الكواشف اللي اعتمدنا عليها في التجارب التأكيدية كثيرا ولاقينا ان هو يصلح للتفريق ما بين كتير من الاملاح مين المحلول التاني اللي اعتمدنا عليه كتير؟ من المحلول اللي اعتمدنا او الكاشف اللي اعتمدنا عليه كتير كان محلول اسودات الرصاص والتجربة هنا ان انت تستعمل محلول اسودات الرصاص علشان تضيفه على محلول الملح طب النتيجة هتبقى ايه؟ انت عندك احتمال من الاتنين لو ادك راسب اسود يبدأ ايون الكابريتيد طب لو اداني راسب ابيض يبدأ كابريتات خلي بالك الكابريتيد من انيونات المجموعة الاولى الكابريتات من انيونات المجموعة التالتة ومع ذلك نقدر افرق ما بينهم باستعمال محلول الملح مع محلول اسيتات الرصاص فاذا تكون راسب اسود يبدأ ايون الكابريتيد واذا تكون راسب ابيض يبدأ انيون الكابريتات ايضا في كاشف تاني استعملناه اكتر من مرة وهو كابريتات الماغنيسيوم كابريتات الماغنيسيوم استعملناه كمحلول برضو بنضيف محلول كابريتات الماغنيسيوم على محلول الملح هيديك حجم لتنين يا اما يديك راسب ابيض على البارد ويكون كده ان هذا الانيون هو انيون الكربونات يا اما يتكون معاك راسب ابيض بعد التسخين يبهينا الانيون هو انيون البي كربونات وبكده عزائي الطلبة والطالبات نكون انتهينا من التحليل الوصفي بمجموعاته الثلاثة وإن شاء الله أشوفكم على خير في حلقة جديدة نتكلم فيها عن التحليل الكمي